اشتركوا في القناة امر الاحالة الجرائم موضوع امر الاحالة المادي والمعنوي في حق المتهم الماسي ثانيا دفع بعدم وجود دفع بعدم وجود سم تدليل او قرينة حال على اشتراك المتهم الماثل في الجرائم موضوع امر الاحالة ودفع بعدم جدية التحريات لمكتبيتها واعتناقها لأقوال المجن عليها شاهدة الاسبات الاولى كما دفع اخيرا بالنسبة للمتهم الماثل لعدم معقولية تصوير الواقع عالم نحن الوارد بالأرض صاحب المعالي السادة الرئيس أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء اقدم لدفاعي بما تعلمناه فقها من فقه استاذنا الاستاذ الدكتور رمسيس بهنام في كتابه المجرم تكوينا وتقويما حينما قدم قائلا ان سداد اي حكم مهما كان موضوعه الذي يحتوي غير معلق على اسبابه بقدر ما هو معلق على فهم المحكمة للواقعات وإلا هبطت الاسباب على غير محل غير مهيئة الدواء للداء فتزداد تضعيف الشكوى ويزداد جرح المكلوم غورا مسارعا بأي من طرق الطعن لنجدته لما هو فيه آية ما قدمنا لعدالة المحكمة أنه وبغياب استجوام المتهمين جميعهم في تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي قدمت به الواقع تراء للدفاع أنه بالنسبة للواقعة المنزورة هل بالفعل كما ساقت النيابة العامة الواقعة أن هناك اتفاق بين المتهم الأول الغائب كونه محاميا للمتهم الثاني والثالث على ارتكاب الوقائع موضوع أمر الإحالة على النحو الذي قدمت به أم أن الأمر مغاير لما ورد بأمر الإحالة لأنه غابت الأدلة حقيقة بغياب سؤال المستواب المتهمين في تحقيقات النيابة العامة فكانت الفروض تتوالى على زهن الدفاع أمام هذه الواقعة التي قدمت أم هل اتفق المتهم الأول الغائب مع المتهم الثاني الماسل على ارتكاب هذه الوقائع فقط هذا أمر آخر أم هل اتفق المتهم الأول الغائب بصفته وكيلا أيضا عن المتهم الثالث على ارتكاب هذه الوقائع لصالح المتهم الأول هذا أيضا أمر قد صار بالنسبة لتصور هذه الواقعة على النحو الذي أردنا تبيانه لعدالة المحكة فإذا ما كان الأمر كذلك ما وجل الدفاع إلا أن المتهم الأول الغائب هو مقترف الأركان المادية للجرائم موضوع أمر الإحال هو الذي قدم الإصالة سند الجنحة وهو الذي قام بالتقرير بالمعارضة والاستئناف في الجنحتين وهو الذي أضاف الاسم الذي أوضيف إلى التوكيل السابت بالشهر العقاري فاندم شهر العقاري المعتمدية الجيزة حينما أضاف اسم المجن عليها وأراد إيزائها على نحو ما قام فعلا ووضع اسمها في التوكيل على هذا النحو وقام ما هو باستعمال كل هذه المخرارات وبقي بقي لنا أن نقول نعم إذا ما كان العمر على هذا النحو يصب في صالح المتهم الثاني وذلك للإضرار بهذه المجن عليها الذي كان للدفاع شرفا للعدالة يحمله على كاهله لا يرتضي لها هذا الإيزاء أبداً ولولا الراءة الدفاع أن هناك من المكنات العقلية ومن الدفوع القانونية التي علمنا القضاء الجليل إياها ما وقف ومسل بخصوص هذا المتهم على هذا النحو وذلك حينما استبينا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجد وإن وجدت المصلحة إلا أنه ليست هي بكافية على إثبات اشتراك المتهم الماسل فإذا ما كان له مصلحة على النحو السابت بالأوراق في إضرار أو التنكيل بهذه المجن عليها فإنه وبأي حال من الأحوال لا بد وأن يثبت اشتراكه واتفاقه من المتهم الأول الذي ارتكب الأركان المادية على النحو الذي ظهر بالأوراق أين هو دليل الاشتراك في الأوراق على النحو الذي سيقت به فإننا إذا ما بحسنا لم نجد أن هناك إقرارا من أي إلا السيدة الشاكية وهي المجن عليها الماسلة في الدعوة فإذا ما طلعنا أوراقها وهي المجن عليها في هذه الواقع ما كانت هذه الأقوال إلا لإثارة الشبهة وإثارة الظن حول المتهم وهو ظن مستحق في داخله لأن طليقها والمحامي المتهم الأول هو من كان يمسل بالفعل أمامها مجابها إياها في قضايا الزوجية التي كان يقف فيها ولذلك لا بد وأن أي من كان مكانها أن يتجه بزهنه إلى أن يقول بأن المتهم الماسل هو شريك للمتهم الأول في هذه الواقعة لأن مصلحته في الإضرار بها ومصلحته في التنكيل بها قائمة ولكن إذا ما كانت المصلحة على نحو ما قررنا أمام عدالتكم وما تعلمناه من الأحكام قائمة إلا أنه لا بد أن يثبت أن المتهم اقترف الفعل إذا ما كان فاعل الأصلين أو اشترك في الفعل المقترف بأي صورة من صور المساهمة التبعية إذا ما كان شريك فيها هل أخبرتنا الأوراق على النحو التي ساقته النيابة العامة إلى ساحة عدالتكم بأن المتهم الماسل هذا هناك ما يفيد بتوافر أي من صور المساهمة التبعية من تحريد أو اتفاق أو مساعدة الإجابة لذلك إذا ما كان الأمر على هذا النحو فقد علمنا من قضائكم المبجر بأن الأمور الجنائية إذا بنيت تبنى على الحقائق الصرف لا الفروض المجردة وأن الأحكام وإن بنيت تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخميم وأن قرآن المجيد قد قال بأنه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء وأننا أيضا بصدر هذه الوقائع وما تعلمناه من قضائكم المبجر بأنه إذا ما كان الاشتراك في الجريمة على أي من الأنحية وأن المتهم كان شريك مع فاعل أصلي ثم قام الفاعل الأصلي باقتراف الواقع وذات عليها باقتراف أمر آخر لم يكن متفقا عليه مع هذا المتهم فإنه إذا ما أرادت المحكمة مساءلة المتهم الشريك فلابد أن يثبت لديها إذا ما كان ذلك علم هذا الشريك بما يقترفه الفاعل الأصلي وهو ما تعلمناه من قضائكم المبجر قولاً واحداً ليس إلا فإذا ما كان الأمر على هذا النحو فإننا لا بد أن نتعرض لقائمة السبوت في الدعوة من هم شهود الإثبات في هذه الدعوة شاهدة الإثبات الأولى وهي المجن عليها والذي نبلها ونقدر حقها المعتدى عليه ولكننا لا بد أن نقول هل هناك اشتراك لنا في الواقعة على نحو علمنا إياه القانون والقضاء المبجر أم أن ذلك منتفي لا يمكن أن نقيم عليه غقول للإذان يا فندم فإذا ما كان هذا الأمر على هذا النحو كانت الأقوال التي أورد بها شاهدة الإثبات الأولى هي محض الحدث والظن لأنها قالت هو المحامي الذي قام بشكايته ومن هو المحامي هو محامي طليقي المتهم الأول فبالتالي لا بد أن طليقي هذا هو الذي حرد المحامي أو اتفق معه على ذلك أنا أقول أنا نص المادة سبعمائة اتنين وعشرين من القانون المدني حينما تتكلم عن الوكالة يا فندم وهو أمر مرتبط بالدعوة إلى محالة أنه إذا ما تجاوز الوكيل حدود الوكالة فإن الأمر يتطلب من الموكل إقرار هذا التجاوز والخروج عنه أو رفضه فهل في الواقعة إذا ما كان الوكيل بتوكيل عن هذا المتهم وأيضا يا فندم المتهم الثاني هل هناك في الأوراق ما يفيد إلى أن هذا التجاوز كان مقبولا من المتهم الأول وأنه وافق عليه واتفق عليه على أي من الأنحية إن ذلك أيضا افتقرت إليه الأوراق وبالتالي فإن المحكمة حينما تقيم حكمها وقضاؤها تقيمه على أدلة يقينية ملموسة من واقع الدعوة كما علمنا القضاء الجليل إياه وعلمي باستعراض ذلك فإذا ما كان الحدث بالنسبة لها للمجن عليها الأولى هو الذي دعاها إلى أن تتهم طريقها المتهم الأول على النحو الذي فصلنا فإننا نستطرد إلى باقي شهود الإثبات في الواقع شاهدوا الإثبات الثاني أني من الشرطة يقرب واقعات تقديم الإصالات من قدمها المتهم الأول الغائب واقعت الإطرار بتقريري المعارضة والاستئناف من قام به المتهم الأول الغائب الشاهد الثالث وهو مسؤول الشهر العقاري الذي قرر بإضافة اسم هذه المجن عليها المدعية بالحق المادن الفاضلة إلى التوكيل المسمى باسم عيدة وهي كانت موكلة أيضا لدى المتهم الأولى فاندم الذي قرر بأن ذلك حدث وأنها حينما سئلت في تحقيقات اليابة قالت أن التوكيل لم يكن مفاعل أصبح في الأذلة على نحو ما سيقت به لا يمكن بأي حال من الأحوال مع كامل إقرار وكامل تقديري لموقف سيدة المجنة عليها وإشفاقي عليها وأنني كأحد القائمين والقائمين البسطاء على تحقيق العدالة أمامه وفي محراب القضاء العادل أنني إذا ما كان الأمر هذلك فإن هذا الأمر قد شق صدري لأنه تم إليها بهذا الشكل ولكن هناك شيطان ماكر في هذه الأوراق هو الذي قام ويكل أسف كما قدم الزميل المحامي المدعر الحق المدني هو الذي قام باستناع كل ذلك لأنه من الوارد حينما أورى المتهم لعدالة المحكمة فندم وهو يتابع عمله ويتضرب يمينا ويسارا فيسأله ماذا تريد يقول له أتعاب وهو يقول ما أخبار عملي يقول عملك يتم على ما يرام وقرر ببساطة شديدة بأنه لو كان يرى بأنه قد تجاوز حدود عمله وأنه يقول بعمل غير مشروع لكان قد سحب الأوراق وقام بشكايته على هذا النحو أنا أتساءل في كل ذلك وباختصار شديد إذا ما كانت هناك التحريات فقط فالتحريات اعتنقت أقوار المدني عليها وأقوار المدني عليها إذا ما كنا عن التحريات فلا بد أن تؤازر دليل المعتبر هذا الدليل إذا مسل الشهادة فإن الشهادة لا بد كما تعلمنا من قضائكم الجليل أن تنصب على الواقع بحاسة من حواس الشاهد إما سمعه أو نظره أو شمه كما يجتم الظابط المخدر مثلا هذه هي الحواس التي تدرك صحيح الشهادة أما أن يكون هناك ظن لمجرد أن هذا طبيقي هو الذي قام بعمل ذلك فإن ذلك يعفل قانون منه المتهم ولا يمكن أن يقيم عليه حقن بالإدانة على هذا النحو وبالتالي فأصبحت التحريات ولو على فرض صحتها أن الدليل الذي يؤازرها بالأوراق وهي أقوار المدني عليها فقط بالنسبة للمتهم والمتهم الثاني يا فندم هذه التحريات وحدها وإن كانت صحيحة لا يمكن أن تنهض بحقن الإدانة هو ما تعلمناه من قضائكم المبجة أشكر يا فندم قضائكم المبجة لساعة الصدر وأشكر لعدالتكم حسنا لإستماع فندم وأنا إنسانية المحكمة قد وصلتنا ولكن قانونها هو الذي نبتغيه وقضاؤها بالقانون أيضا هو الذي نبتغيه فإن كان ذلك فقد جمل ذلك بإنسانية علمتنا إياها المحكمة لأنه أب وله طفلين وأن الحكم طالما أنه ليس له دعائمه يسيء إليه وإلى أطفاله وعائلته أشكر لعدالتكم حسنا لإستماع فساعة الصدر وصلا من أطلب البراء اشتركوا في القناة